دولي بأن المغرب اليوم أصبح رقما صعبا من المرة الثالثة على التوالي ثوج متسابق من المغرب في حلقة تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل العام الماضي كان الفائز بالمركز الأول وللسنة الثالثة على التوالي من المغرب ما شكل تحديا قيل عنه إنه الرقم الصعب في المشاركات الكثيفة من المغرب وهكذا كان وقد سمعت من طالبة العلم هنا لا الاهتمام والحمد لله بالعقيدة والاهتمام بالحديث النبوي والاهتمام بالحفظ القرآن بل إن من أحسن البلدان الذي يهتم بحفظ القرآن وتلاوة القرآن هو وطن المغرب ومملكة المغرب والحمد لله وفي المباراة الدولية يتفوقون دائما أهنيكم بحفظ هذه الرسالة الخالدة المملكة المغربية أهل جلد أهل إيمان من أكثر الشعوب العربية حفظا للقرآن الكريم الحمد لله هذه الصحوة المباركة الآن في المغرب والرجوع إلى القرآن الكريم والاعتناء به إنما هو أصلة للحاضر بالماضي فالمغرب الحمد لله له قدم راسخة في كل ما هو متعلق بالقرآن تقديما وتقويمان والقراء الفائزة بالجائزة الأولى الأنيسة حسناء محمد قلالي من المملكة المغربية حسناء محمد قلالي من المملكة المغربية الفائزة بالجائزة الأولى هي القرية السيدة هاجر بوساط من المملكة المغربية رأت اللجنة أن المترشع الأول للدور النهائي المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم هو عبد الباصط عبد الفتاح وراش من المغرب الفائز الأول في هذه المسابقة هو محمد أحمد الدويك من المغرب المتسابقة ضحى أساو فإنها الفائز بالمركز الأول حصل على المركز الأول في مسابقة تيجان النور ذي الجليل بوسكا من المغرب المتسابق محمد يوسف بوشكوش من المملكة المغربية في المركز الأول سبحان الماطي الوهاب